موسيقى بالفعل لأنه ما جارى قبل المباراة يمكن أنه ذكرنا محطات لأنه كانت حاسيمة مباراة الزماليك نهاية البطولة للموسم الماضي وخاصة أنه يمكن أنه هذا المرة هذه فالراجاء كان يمكن أنه كان يمكننا نقول أنه دخل منقوص من جزء كبير من القوة وهي المتمثلة لو كان أنه مالونغو يكون غائب إضافة المدرب والمساعدة للأول في الحال فهذه كل أشياء كان ممكن تأتردهنيا قبل المباراة وكذلك أثناءها ولكن من حسن حد فارق رجاء في آخر لحظة يعني تقريبا 24 ساعة قبل المباراة فتأكد بأنه مالونغو سيكون جاهز ولكن رغم الإعلان مالونغو أنه يكون جاهز فكانت معركة قانونية كذلك الإتحاد العربي واللجنة منظمة ففي البداية كان هناك رفض باش يمكن أنه اللاعب ومن خلال الاجتماعات المكتافة ومن خلال استشارة الإتحاد العربي فسمحوا لللاعب الراجاء في الشوط الأول يمكن أن نوصفه بأنه كان مخيف مخيف جدا لأنه فريق الراجاء لم يكن لدينا جاعة هجومية كان هناك تخوف من المستوى فريق الإسماعيلي كان مدافع بشكل جيد ولكن إضافة الدفاع دياله فكنظون أنه غياب رأس حربة من رجل الاختصاص فسهل مهمة ديال فريق الإسماعيلي خاصة أن فريق الراجاء سقط في الخطأ ديال أنه يعطي تمريلات عرضية في غياب في غياب رأس حربة من الاختصاص دياله ضربات رأسية ومن الاختصاص دياله كذلك أنه يستقبل الكورات في منطقات الجزاء وبالتالي فريق الراجاء دعيب شوطان عاقيما وكان كذلك أنه يلعب ضد الوقت لأنه فريق الراجاء دخل المباراة هو منهزم بواحد سفر في مباراة الدهاب يعني 45 دقيقة تنهيها دون تسجيل هدف هذا يعني أنك تدخلت في مرحب هذه الضغط 45 دقيقة خصيت تسجيل هدف واحتفحت أنك سجلت الهدف الثاني فهي مغامرة لأنه فريق الإسماعيلي في أي لحظة ممكن أنه يسجل هدف وهو ما تم وأعتقد بأنه مالونغو دخل في الوقت المناسب وحتى ركلة الجازاء اللي يعني نفدها بنجاح متولي سعليات مهمة المالونغو لأنه في الوقت كان يستعد كنا شفناه متولي أحصل على ركلة الجازاء وسجلها وبولي عب الطريقة من مالونغو ومن بعد سيناريو المباراة شافي صار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر